انطفا في القلب نور من هدم جوة يسور ازاياكم يا جماعة معاكم اسلام حسن وحلقة جديدة والفانتازي والجولة اللي 24 بصراحة يعني الفوز بتاع ليفربول على منشستر ونيتر في اخر الجولة ده بالاخص مع المصريين نساهم ان هي جولة زي الزفت تقريبا كل الفرق الكبيرة خسرت او تعادلت انا بصور دلوقتي بعد موتش ليفربول على طول فتقريبا الابديت لسه ما تعملش فلسه مش عارفين الابريج هيبقى كم وكده خلولينا حتى نبصي انا هعتبر الحلقة دي زي لايف مش هنركز بقى جامد حتى هشوف من على الابليكيشن كده على طول بسرعة لسه الابديت ما نزلش لا والله هي نزل الابريج 44 انا جاي ب36 وثلاثين مش هدا لله الستة وثلاثين اللي انا جبتهم دول الستة وثلاثين اللي انا جبتهم دول عشرة منهم ارنلد وعشرة اه تراوري يعني يلا الحمد لله كنت بكابتن فاردي جاب لي صفر جميل جدا ما علينا طيب نروح على الدوري بتاعنا دوري كلام في الكرة تقريبا احمد جوايلي سالفولي عم احمد لسه متصدر زي ما هو ما شاء الله من غير الله ما لا حسد يعني جايب اه خمسة واربعين برضو مع نفس العشرة بتاعت ارنلد ومعات تلاتاشر بتاع خيمينيز والعشرة بتاع جريليش اه غير كده بقى الباري الباقي بلح نفس الصفر بتاع فاردي مسا مسا عم ابو احمد نفس الصفر بتاع فاردي يافي ناس كتير على فكرة اللي لبسة الصفر بتاع فاردي ده الجولة دي بس عموما هو لسه مازال متصدر الدوري بتاعنا برافو عليك ابو احمد استمر عاش اشجعك اللينك بتاع الدوري هسابه لكم في اللي حابب يشترك ويخش عشان خاطر ننافس احمد جوايلي ونخش بقى على الجولة اللي اربعة وعشرين اول الجولة دبل دبل يعني هيلعب ماطشين في هذه الجولة ونقاط الماطشين هيتحسبو للجولة دي قصاد واستهام الماطش المتأجل من الدور الاول بعد الاداية اللي احنا شفناها قدام اه منشستر ده خش بقلبي جامد وهات تلاتة من لو معاك اتنين هات التالت لو معاك تغيرتين ومعاك لعيب واحد من روحات اتنين كمان تقل تقل من ما تخافش معاك هات صلاح معاك صلاح هات سات يوماني وفي واحد لازم يكون معاك وهات اتنين معايا بقى ارنلد ارنلد لازم يكون معاك في الجولة الاربعة وعشرين او لازم يكون معاك على طول يعني بس لو انت كنت متأخر في ان انت لسه ما جيتش ارنلد لحد دلوقتي لازم تجيبه في الجولة دي وشوف معاها اتنين كمان غالبا يا ساديو مانيه يا صلاح او الاتنين مع بعض ومعهم يعني زي ما قلتلك انت معاك ارنلد مانيه صلاح فرمينيو روبرتسون اليسون ادي الستة دول خلي ستة منهم معاك جميز يلا يا عم سبعة هم تلاتة من السبعة دول يكونوا معاك على حسب البودجت بتاعك وعلى حسب فرقتك انت معاك مين وهتبيع مين وهتجيب مين ومعاك تغييرها ولا تغييرتين اللهم بلغت اللهم فاشهد نخش بقى على اول فقرة معنا في الحلقة هنسيب مين هنسيب مين في الجولة الاربعة وعشرين هنسيب اللعب اللي خزالني بصراحة ووضح ان في مشاكل ما بينوا مدربة او مدربة فخلاص بقى ايه هنأمن بنقبر الواقع علي ريزا جهان بخش يبعدوا عنه اه المدرب طبعا بيتلكك له يعني اول ما يعملش حاجة مطش يقوم مع عدو احتياط المطش البعدي وما ينزلهش فبعدوا عنه تاني لعب هنبعد عنه في الجولة الاربعة وعشرين هنبعد عن لاندسترام لاندسترام بقاله فترة بيخرج في ديئة خمسة وستين تمانية وستين فارنج ده ما بقاش يزيد دي الاول ما بقاش يشوت زي الاول عندهم اه منشستر سيتي والتعادل على منشستر سيتي اتعادلوا وفوز ليفربول على منشستر سيتي هتتخلي منشستر سيتي يكافح لاخر نفس فهينزل غالبا هياكل شي فلد فالافضل انت تبعد عن لاندسترام او عن شي فلد عموان في الجولة دي ابعد كمان عن السنائي سيلفا برناردو سيلفا وديفيد سيلفا اللي اتنين مستواهم واضح جدا ان هم سيئين جدا الموسم ده اسعارهم غالية قوي ما تجريش تجيبهم على الفاضي ولا بيعملوا حاجة ولا بيأثروا مع منشستر سيتي فيه لعبة تانية هي اللي بقيت تجيب نقط في واحد زي ميحرز في واحد زي دي بروين دي بروين بالمناسبة يا جماعة عمل ماتش هايل قدام كريستال بالاس شطحي تتفاول جيف العرضة اه يعني زي ما قولنا بنقول على طول اداء اللعب جوه الملعب غير نقط الفانتازي بس اداء جوه الملعب بيبشر ان ان انت تخليه معاك يستمر ما تخافش بس هرجع وقال لكم يبعدوا عنهم ما بقوش يجيبوا نقط وبقى سعرهم غالي على الاداء او على النقط اللي هما بيجيبوها ايه بعد عن دي لقالي دي لقالي بقى واخد واجبات دفاعية اكتر بين هجومية خصوصا بعد اصابة هاريكين وانه بقى يلعب مورينيو بلاملا وسن ولوكاس مورا فالتلاتة دول هما اللي واخدين الوجبات الهجومية فان فلاملا مش هداخد بينه حاجة بعد كده ممكن اسستي يتيم ولا حاجة لانه هو بقى متكفل بان هو بيرجع يدافع مع لعيبة طص الملعب فان دي اللي قالي ابعد عنه ونروح لفقرة هنجيب مين هنجيب مين بقى في الجولة اللي اربعة وعشرين بعد البلاو اللي احنا شفناها في الجولة التلاتة وعشرين وان اللعيبة الكبيرة ما عملتش حاجة والفرقة الكبيرة ما عملتش حاجة هتخلينا نرجع تاني نبدأ نبص على اللعيبة اللعيبة اللي الواحد ما بيبصش عليها وهي اللي بتجيب نقط لازم ننوع من تشكيلة فرقتك لازم يكون عندك من ده ومن ده فهنبص على واحد زي تروسرد زي ما قلت لكم حتى تروسرد لما كان مصاب كان المدرب بيدي لجهان بخش بس دلوقتي تروسرد رجع من الاصابة هيبقى عامل كويس جدا اللعب كويس تقدر تجيبه يجيب لك نقط يساعدك لو الفرقة بتاعتك وقعت في ان هو يعلي بتاعت الفرقة بتاعتك. تاني لعب ممكن يجيبه في الجولة اربعة وعشرين هو عشان جاب جول فاحنا هنجيبه لا اللعب مستمر بيجيب في الكبير وفي الصغير فلعب مهم جدا واحد زي احمد جوائلي اللي متصدر الدوري بتاعنا يعني تسين في المية هو بيبقى متصدر كل جولة بسبب فماشاء الله شغال مستمر الموسم ده اعتقد شكل كبير قوي ان هو اخر الموسم هيتنقل لفرقة اكبر من اسطن فيلا بس تعامل الموسم هايل جدا يستحق ان هو يكون في فرقتك الموسم ده على طول ما تبعهوش حتى في لعب بقى لسه جاي جديد اسمه دودة في اللعب ده بخمسة ومحطوط في اللعب على انه نص ملعب وهو هيلعب مهاجم هيلعب مهاجم جنب يعني زي كده من الواضح ان نورتش جايباه وهيلعب اساسي وبخمسة فالحق هاتول ان نورتش واضح ان هي هتدعم هجومها وهتبدأ تركز على ان هي تبدأ تفتح وتهاجم من الدول التاني عشان خاطر ما يهبطوش. طبعا بعد تعادل مع كريستال بلس وفوز ليفربول تبدأ تسن سنانها وتبدأ تكافح عشان خاطر ان هما نفسهم ان هما يكسبوا الدوري المنافسة عارف جورديولا من نوع الغلاوي شوية فمش هيرمي الفوتة بدري بدري فكل ده دليل على انك المطش الجاي منشستر سيتي وشيفلد تجيب من منشستر سيتي اجويرو متقلق جدا الفترة دي مندي ثبت نفسه ناحية الشمال واسبت لجورديولا بنسبت مليار في المية انه خلاص مفيش غيري ناحية الشمال فمندي وجورديولا امان جدا ان انت تجيبهم من منشستر سيتي. ممكن بقى نخش على واتفورد ونركز فيها كده لان في لعيب جديد اللي لسه مشتريينه اجناسيو بوسيتو. اسماعيل اصار غالبا مصاب ممكن مايلعبش المطش الجاي خصوصا المطش الجاي خلاص الفرق ثلاثة يام بس. فاجناسيو بوسيتو بنسبة كبيرة جدا هيلعب وبخمسة وبرضو محطوط على انه نص ملعب وهيلعب مهاجم. لعيب تاني عبدالله دكوريه. بيخش منطقة الجزاء بشكل بشع. بيشوت من اي حتة من الملعب. ممكن يجيب لك اهداف ممكن يعملك اسستات. لعب ممتاز جدا نص ملعب بخمسة فوينت ستة تقريبا برضو مهم جدا في فرقة واتفورد ومهم جدا الفترة اللي جاي ان احنا كل معانا لعيبة زي دي. مطش تشيلسي وارسنال انا بصراحة ما حبسش حد من ارسنال بس ممكن تبص على وليان لعيب الفورمة بتاعته عالية مع تشيلسي اللعب كله بيتبني عليه خصوصا ان في كزا لعيب فورمتهم قلة الفترة دي مع تشيلسي والفرقة كلها فورمتها قلة على رغم ان ايه عملت مطش يعني متوسط قدام نيوركاسل وتخطفت في اخر ثانية بس الفرقة كلها اللعيب الواضح فيهم هو وليان. اصابة جيمس هتخلي لامبرد مقبر المباراة اللي جاية قدام ارسنال ان هو يلعب بأسبل لكوتا يمين ويلعب باميرسون شمال. فاميرسون برضو ممكن يكون لعب مهم لو جبته المطش اللي جاي وتقلق في المبارزة دي هيعلم معاك او هيعلي من فرقتك الجولة اللي جاي. ونروح لاخر فقرة في حلقتنا فقرة الكابتنة. الكابتنة في الجولة اللي 24 رقم واحد محمد صلاح قدام وولفر هامتون وستهام. رقم اتنين اجويرو قدام شيفلد. رقم تلاتة مارسيال قدام بيرلي. رقم اربعة قدام واتفورد. رقم خمسة والكابتنة الرزك غالبا الكابتنة الرزك على طول انا بخليها من المطش بتاع القمة. مطش القمة الاسبوع ده هيكون ارسنل واتشلسي. انا مش واسق بصراحة في الفرقتين. فالكابتنة الرزك في الجولة اللي 24 هتكون اجناسيو بوسيتو لعب واتفورد قدام استون فيلا. في نهاية الحلقة. مشكرك جدا لو انت وصلت للجوزء ده من الفيديو. ويا ريت لو انت مش مشترك في القناة. تشرفني بالاشتراك في القناة. وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ودوس لايك الفيديو لو عجبك. ولو ما عجبكش دست لايك يا عم وما عندناش اي مشكلة. بس انزل في الكومنتات. قل لنا انت دست لايك ليه? قل لنا رأيك في الحلقة. في النهاية كان معكم اسلام حسن. شكرا في حلقة الجديدة. سلام.